وينضم إلينا حول هذا الخبر من الصنبول مرسلنا علام صبيحات علام السلطات التركية تعتقل 149 شخص أين هم من أي القوات الأمن تشتبه في انتمائهم من معارضة التركي فتحالا قولا لكن ما هي خلفياتهم أين يعملون علام بالفعل داليا هذه الحملة التي بدأت صباحا اليوم والمستمرة عمليا حتى الآن شملت ثلاث محاور كانت في ثلاث محاور رئيسية المحور الأول انطلق من الادعاء العام في ولاية بلق إسير شمال غربي تركيا والمحور الثاني من الادعاء العام في مدينة غازعينتار جنوب تركيا والمحور الثالث كان في ولاية بورصة من ولاية بورصة شمال غربي تركيا هذه الحملات شملت 46 ولاية تركية و149 شخصا تم إصدار قرارات باعتقالهم معظمهم هم من رجال الأمن سواء الحاليين أو السابقين عدد منهم هم من الضباط الكبار ستة منهم من مدراء أمن وقائد شرطة وبالإضافة إلى 11 مساعدا وأربعة ضباط شرطة وعدد كبير أيضا منهم عدد آخر من العناصر العادية من الشرطة والجيش التركي وبالتالي الحملة مستمرة حتى هذه اللحظة في هذه المحاولة الثلاث وشملت كما قلنا 46 ولاية تركية ومستمرة حتى الآن وهي طبعا تأتي بناء على تهم محددة كما تقول السلطات التركية من بين هذه التهم هي استخدام تطبيق على وسائل التواصل الاجتماعي تطبيق بايلوك كما يسمى وهو كما تقول السلطات الرسمية هو للتواصل السري بين عناصر وقيادات جماعة فتح الله جولان من جهة ومن جهة ثانية التهمة الثانية هي الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة هي جماعة فتح الله جولان كما تصنف هنا في تركيا والتهمة الثالثة أيضا هي التجسس السياسي والعسكري من إضافة إلى هؤلاء داليا هناك اعتقال أيضا كان قد تم لمدير مكتب قناة أوضا تيفيف في أنقرة في العاصمة تركية أنقرة واعتقال آخر لمديرة مكتب تيلي بير في العاصمة تركية أنقرة وأيضا وجهت لهما تهمة التجسس السياسي والعسكري لكن الرقم حوالي 149 شخص معظمهم من قوات الأمن رقم كبير جدا من قوات الأمن علاموا بالتالي ما الذي يتداول في صفوف عناصر الشرطة في تركيا حول هذه الاعتقالات وما الذي تقوله المعارضة أيضا ما تقوله الشرطة يعني هناك صمت تام في صفوف الشرطة التركية ورجال الأمن لأن هذه الحملات متواصلة بشكل واسع وكبير منذ على الأقل منذ 15 تموز من العام 2016 وهو تاريخ المحاولة الانقلابية الفاشلة هنا في تركيا وبالتالي هذه الحملات متواصلة بشكل يومي تقريبا وتطال عدد كبير جدا ممن تقول أسلطات التركية أنهم ينتمون لجماعة فتح الله قلان وبالتالي تهمة تتعلق بمنظمة إرهابية وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يكون هناك رد فعل من أحد من العناصر الأمنية على وجه التحديد لأنه سيكون في دائرة الخطر بشكل مباشر من جهة أخرى المعارضة السياسية في البلاد تحديدا حزب الشعب الجمهوري المعارض بحزب الشعوب الديمقراطية الكردية يقولان إن حملات الاتقالات خرجت من إطار محاربة من وقفوا خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة بحسب المعارضة ووصلت إلى الخصوم السياسيين كما تقول المعارضة أيضا بمعنى أن الحزب الحاكم والحكومة بحسب المعارضة يستغلان هذا الأمر من أجل التخلص من خصومهم السياسيين على كل المستويات وفي كل المجالات وفي كل الأماكن أيضا إذن المعارضة تتعامل مع الأمور الآن في ظل تصفية الحسابات السياسية شكرا جزيلا لك من إسطنبول مرسلنا على مصباحات